أكد الجيش السوري استعدادته للرد الفوري على أي اعتداء من قبل القوات التركية على نقاطه العسكرية شمال غربي سوريا ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله أن الوجود التركي على الأراضي السورية غير قانوني ويشكل عملا عدائيا صارخا مضيفا أن الجيش السوري قرر منح مهلة للمسلحين الذين يحاصرون المدنيين في مدينة سراقب ومنطقة تلتوقان لإلقاء السلاح وتسوية أوضاعهم بدلا من المراهنة على دعم القوات التركية شكرا